السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي القراءة للصف الخامس الابتدائي عندي المحادثة والتعبير الكتابي صفحة 102 حادث أفزعني هذه المحادثة مخربة رتبت هذه النقطة الأولى والنقطة الخامسة والنقطة الثالثة والنقطة الثانية والنقطة الرابعة يلا عيني لكن انتم من تكتبون هذا دفتر القراءة ما تكتبون النقاط أو من بالامتحان ما تكتبون النقاط كأنه قطعة إنشائية نثرية يلا حبي حادث أفزعني استيقظت في أحدى الليالي على صوت أمي وهي تستغيث وتطلب من أبي أن يستدعي طبيبا أو ينقلها إلى المستشفى هرأت إلى غرفة أمي وأبي وقفت مذعورا قلقا لعلي أصنع شيئا يخفف من ألمها استدعى أبي بالهاتف سيارة الإسعاف وبعد لحظات سمعنا صوت السيارة وهي تقف أمام بيتنا نقلت أمي إلى المستشفى وبقيت في المنزل مع أخت صغيرة وأنا خائف قلق على أمي مرت ساعات قبل أن يعود أبي ليخبرنا أن أمي قد تحسنت صحتها فحمدنا الله على شلامتها هذه التعبير قلت لكم هذه النقطة الأولى والخامشة والثارثة والثانية والرابعة وبالتوفيق يا ربي ترجمة نانسي قنقر